تدرسي ايه من؟ انا السنة دي في سنوية عامة انت قد انت غني تغطى بس انت اجبر شوية انت دايقتي حاجة الوقت لا انا دخلت المدرسة متأخر عشان ساعتها كانت مدرستي بتاخد سن اجبر اه اوك فانا دخلت يعتبر يعني دخلت سنة متأخر بس وبعد كده عملت بقى جايلي بعد كده القاصرات القاصرات ده اللي عمل الصدمة كبيرة بقى وكانتش الناس شايفاكي بعد مجبرتي كده كويس وفاجأة لقوكي بتتجوزي صلاح السعدان اه بالضبط علشان السنتين او التالتة اللي عدت فيهم ما كدش يعني ما كدش ظهر على الشاشة فالناس طول ما هي بتتفرج على مطبس ما هي كده فكاني لسة صغيرة لما جايلي بقى القاصرات اصلا اول حلقة اول ما قريت اول حلقة صدمة يعني مش طبيعية انه انا كنتش تعرف ان في حاجة كده مفيش ما كنتش يعرف وحتى لو كنت عرف ما كنتش يعني انا متهيالي انه المشكلة دي عمرها مجسدت قبل كده بالمعنى ده والتركيز ده على سينما او دراما او كده فكان ساعتها دي حاجة جرأة جدا يعني واساسة محل حريري كانت كتبة الورق يعني هي حكتلي وحنا بنبتدي تصوير ان هي وهي بتكتب الدور بتاع امينة ده وهي بتكتبه قالتلي انا شفت شفتك انت قدامي وانا بكتب الدور وبعد كده اصرينا انه انت تكوني يعني انت امينة بعدين ابتدين تصوير ففي مشاهد بقى يعني احنا كأطفال في حاجات احنا ما كناش نبقى فاهمينها فكان استاذ مجدي ابو عميرة واستاذ زماهي الحريري كانوا دايما بيبقوا محرسين جدا انه في حاجات يعني علشان توصل الجمهور وجمهور يفهمها بس ما تختش حيائقنا احنا ما تختش حيائق الجمهور وخلصنا القصرات والقصرات دا كان فعلا كان بالنسبة لي بقى ديل لا قدر اقول عليها فعلا نقلة طبعا لانك خلاص دخلت عالم الكبار بالزبط حتى من وينشي من بوابته السغنانة دي وبالنسبة لي اصلا نقلة كمان في حاجة انه انا داخل عمل يعني يعني صالح السعداني وداليا البحيري واستاذ مجدي ابو عميرة ملك الفيديو واستاذ سماهي الحريري ويعني يعني ناس اللي هو ناسا عملاقة انا يعني انا لو انا قلوة شوية ولا كده ما قدرش اقف قدامهم وفضل تلاجلي وكده بس الحمد لله ما حصلش كده حبيبت انت مفروض تجعني جاية بخبرة دخلة السن دا جديدة لكن انت قراري محملة الاناتفام قدم نبال تذا دخلو وفضل